افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عشور الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس الألماني فرانك فالترشتاينماير يتي هذا ضمن خطة استكمال تشريد المؤسسات التعليمية داخل العاصمة الإدارية الجديدة والتي أصبحت بدورها طفرة في عالم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي تتويجة للعلاقات المصرية الألمانية شهدت العاصمة الإدارية الجديدة الافتتاح الرسمي للجامعة الألمانية بحضور الرئيس الألماني فرانك فالترشتاينماير والدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وخلال الفعالية عرض طلاب الجامعة مشاريعهم العلمية في مختلف التخصصات احنا بصراحة في الجيو سي بنهتم جدا على الجزء العملي والجزء اللي بيربط بالصناعة بالإضافة إلى الجزء البحثي في معظم شغل الطلبة بيبقى فيه جزء بحثي بيتطلعوا منه على الأبحاث المنشورة وآخر متى وصلوا يعني العلم في النقطة اللي بيدرسها الطلبة بالإضافة إلى التجربة العملية حاليا احنا في الخسم روبوتكس بندرس حاجات لها بتجهزنا ان احنا ندخل مجال الروبوتات على الصناعة المصرية وبتساعدنا ان احنا نزود الانتاجية الصناعة في مصر الجامعة الألمانية هي متقدمة جدا وشغالة هي Applied Science شغالة أكتر انها Applied بدعم المشاهية بنتطبقها للصناعة وتطلع للصناعة المصرية وانحنا نجحنا اللي نوفر او ننتج البلاستيك بعشر تمنوا الجامعة الألمانية الدولية انشئت بموجب اتفاقية دولية وقعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الحكومة الألمانية عام 2018 وهي أول جامعة في العاصمة الإدارية وتضم مجموعة كبيرة من التخصصات العلمية وتكنولوجية المختلفة حاليا البروجيكت المعروض في الزيارة عبارة عن نموذج مصغر لمصنع ذاكي بيكون فيه أكتر من Workstation واحنا بنعمل بينهم Connection هنا احنا بنعمل استخدام للمعيكانة بحيث ان الشغل كله automated مفيش فيه أي عامل بشري كل البروجرامينج وكل التوصيل والحاجات دي كلها عاملها طبعا الطبق في الجامعة الجامعة هنا بتركز أكتر على الشغل العملي وأنها أشتغل في مشاريع موجودة في الصناعة وأنها أكون عندي الخبرة أنها زي أشتغل بيدي الجامعة الألمانية هي مؤسسة تعليمية تهدف إلى تعزيز النظام التعليم العالي الألماني في مصر والشرق الأوسط والمنطقة الإفريقية والعالم وتعزيز الابتكار في الصناعة والاقتصاد في المنطقة من خلال تعزيز الشراكة بين ألمانيا وشركائها في جميع أنحاء العالم باستخدام أحدث أساليب التدريس والمناهج المتطورة والتكنولوجيا الحديثة أحمد الحسيني التلفزيون المصري